برياضة نروح لموقع اهل مصر موقع اهل مصر مدرب طنطة كنا بنلعب للفوز والحكم اهدى الزمالك نقطة يعني كانت خاد عيد بيقول احنا كنا بنلعب للفوز وكنا افضل وكنا وخسرنا ثلاث نقاط وانا شايف ان الحكم اهدى الزمالك نقطة طبعا بعدم احتساب هدف وايضا عدم احتساب ركلة جزاء في الجول صاحب هدف طنطة الملغي في الجول لماذا التعنت وهذا ما قاله لي الحكم وكابت محمد جودة بيقول ان مهاجم فريق طنطة بيقول ان انا الدور الاولاني كان لها ضرب جزاء والطرط وان ده الهدف طبعا انتوا شايفين الصورة يمكن اجيبها لكم يمكن تحليل بعض المحكام وانا شفت الكرة هي تم احتساب الكرة قبل ما تخش جون على رقم 20 يعني شوفوا لا ارجع لي بالكرة تاني تم احتساب فاول على رقم 20 اللي نط فوق ريكو وبالتالي عوض صحفان احتسابها على هذا اللاعب كمان الكرة اللي طالب بيها نادي طنطة بضرب الجزاء هي مفروض انها فاول مليون في المية ولكن خارج منطقة الجزاء كمان نروح ليه اليوم السابع المصري يعني شكله كده بقى يعني ايه بعد كم الفلوس اللي بيصرفها لانه طبعا هم قاعدين في معسكر مغلق في برج العرب ففلوس كتير على النادي المصري وبلا نتائج فبالتالي قطعوا المعسكر ورجعوا وبعد كده هيرجعوا يلعبوا المقولين العرب اه بعد كده وانا عايز اقول حاجة بقى بصراحة يعني يعني الموضوع بقى دمه تقيل قوي يعني موضوع فكرة ان المصري ما يفعش يلعب كل ما تشاطه غير في الاسماعيلية او يلعب كل ما تشاطه في برج العرب بقى دمه تقيل قوي يعني اعتقد المصري بورسعيد قريبة للقاهرة وممكن قدها كتير يلعب في القاهرة يعني في ملاعب كويس في القاهرة وسهل تأمين النادي المصري بلا جمهور يا جماعة فالموضوع بقى دمه تقيل قوي كل الفرق المصرية لازم تلعب رايح جاي في اسكندرية او برج العرب او في استاد المكس في حرس الحدود رسميا كمان في يلا كورة النصر بيرجع تاني للدوري الممتاز النهاردة رسميا بعد ما تعادل افسي مصر مع القناة خلاص اصبح فارق النقاط ومتبقي خمس مباريات ماينفعش افسي مصر يلحق النصر وبالتالي النصر بقى تاني فريق رسمي يوصل للدوري الممتاز عندنا النصر وهو نادي اجتماعي مش شعبي وصل وعندنا الاسيوتي هو نادي برضو نادي صاحبه الحجة اسيوتي وبالتالي نادي غير شعبي فيعني طبعا انا بقولهم مبروك ولكن في نفس الوقت انا ببقى حزين لفكرة ان فيه اندية شعبية بتنزل واللي بيطلع مكانها لاندية اجتماعية لاندية اصحابها واحد لاندية مؤسسات لاندية وزارات يعني الدوري بقى دمه تقيل يعني الدوري المصري بقى دمه تقيل دوري المصر كرة القدم خلقت عشان الاندية الشعبية والوزارات والمؤسسات دي تصرف على القندية الشعبية والجمهور بتاع القندية الشعبية روح المطشاط فيبقى المطشاط ليها طعم ليها لون ونسمع فجرة ها دي نفسي يعني خلاص الواحد بقى بيستنى مطش المصري والاسماعيلي او المصري والزمالك او الاهلي والمصري او الاهلي والاسماعيلي بنستنى المطشاط دي عشان نحس ان فيه كرة فيه جمهور فيه طعم فاضل فريق واحد والفرقتين عندهم شعبية يعني البلدية والرجاء المطش اللي جاي وبعد كده فيه مطش فيه الرجاء وابتدى تسخين على الفيسبوك ده جمهور ده احنا هنقطعكو ده معرفش في النهاية برضو بعض المسؤولين فرجاء يقولوا اهلا وسهلا بالبلدية البلدية ابتدت تكلم اتحد القرعة بيحاول ان هم ينقلوا المباراة المباراة بدون جمهور يعني هي قرعة يا جماعة والافضل داخل الملعب الافضل داخل الملعب طبعا هيكون فيها حكم يمكن يكون الحكم الاول في مصر مناسبة الحكم الاول في مصر جهات جريشا لم يكن من ضمن الحكام اللي هتحكم في كاس القرات فابتدى بعض الناس على الفيسبوك او السوشيال ميديا او بعض المواقع تكتب ان تم استبعاد كابتن جهات جريشا من حكام النخبة او حكام بطولة العلم للقرات او بطولة القرات اللي هتقام في شهر ستة اللي جاي في روسيا انتعرفين انه تقام قبل كاس العلم بسنة فكابتن جهات جريشا قال ايه الكلام اللي ملوش اي لازمة ده انا مفروض ان انا بروح هحكم في كاس العلم للشباب كاس العلم للشباب واللي هيقام خلاص الشهر الجاي شهر خمسة اللي هو لم نوفق ان احنا نوصل لكاس العلم فيه اللي هو كان فريق كابتن معتمد جمال فريق طبعا ندفد وابو الفتوح وناصر ماهر وحسام الغندور والمجموعة دي لكن هنا السؤال بنطرحه هل حكم من حكام النخبة اللي مرشح يروح كاس علم كبار يروح كاس علم شباب ده دايما كاس علم الشباب ده كان بيروحوا الحكام الواعدين الصاعدين اللي ليهم مستقبل فبيعدوهم من خلال كاس علم للشباب لكن اربع سنوات فاتت جهات جريشا بيأمل في الوصول لكاس العلم هو لغاية دلوقتي بيقول مين اللي قال كده لغاية دلوقتي عندي فرصة ان انا نروح كاس علم وطبعا ان شاء الله ده اللي احنا بنتمناه بغض النظر يتطفق يختلف البعض حصلت مشكلة كبيرة موضوع مصر المقصة جهات جريشا ما شافهاش لكن احنا كمصريين بنتمنى نكون عندنا حكم مصري بعد ما شفنا بعينينا جمال الغندور وشفنا بعينينا كابتن عصام عفتاح فانا تمنى نكون جهات جريشا اللي هو نصيف في كاس العلم لكن اللي هيروح كاس العلم هو بكاري جسامة الجنبي هو اللي هيروح يحكم في كاس القرات الجاية اللي هتكون في شهر 6 بإذن الله في روسيا نروح كمان لكورابيا مكافأة مالية للعيب الاسماعيلي بعد الفوز القاتل على المصري ودارت طبعا بقيادة إبراهيم عثمان ادارة نادي الاسماعيلي قررت انها تعمل ده في موقع المصري اليوم النادي الاهلي بصراحة يا جماعة السنادي من أفضل المواسم للنادي الاهلي في جميع الألعاب وكأن محمود طاهر بيقول الجامعية العمومية وليه جمهور النادي الاهلي أظن أنا بقى ما أقدرش أعمل أكتر من كده عملت لكم بقى نادي عشر على عشرة طورت المنشآت عملت الشيخ زايد بسعى للتجمع الخامس خدت الدوري مع الاهلي السنة اللي فاتت والسنادي السنادي قلتولي السنة اللي فاتت كرة الصلاة وكرة سلة وبسكت وطايرة جبت لكم كل حاجة وصرت كاس علم للأنديها في اليد خدت كاس الكوس الأفريقية في كرة اليد خدت كاس أفريقيا في الكرة الطائرة في كرة السلة ماشي عشرة على عشرة في كرة طايرة سيدات في كل يعني عشرة على عشرة النادي الأهلي السنادي بصراحة في ألعاب الصلاة وأيضا على مستوى كرة القدم هناك استقرار يعني استقرار سواء فني أو التزام أو انضباط أو تصدر للدوري بفارق شاسع جدا يعني لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعوا أن بعد موسمين ثلاثة من التنافس فعلا الحقيقي على بطولة الدوري نزامالك النهاردة بيسعى أنه ياخد مركز ثالث عشان يخش كوم فدرالية أو عشان يضمن الكوم فدرالية وعلى فكرة نظام البطولات إيه أول و تاني بيروح دوري الأبطال التالت بيروح كوم فدرالية الرابع يروح كوم فدرالية لو بطل الكاس أول أو تاني أول أو تاني وبالتالي قولا واحدا اللي يروح دوري الأبطال فقط هو أول أو تاني إذن الزمالك السنة الجاية بقيمته دي لن يستطيع أنه يلعب في دوري الأبطال اللي هو مؤهل لكاس عالم الأندية ولكن هناك فرصة وحيدة في حالة فوز نادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري النظام الجديد بيسمح بأن يكون البطل البطولة الأخيرة مشارك في النسخة الجديدة وده اللي خلينا من سنتين ثلاثة بطل الجزائر مثلا ومعها اتنين أول وثاني كانت ثلاث فرق مشاركة من الجزائر في كاس أفريقيا للأندية أبطال الدوري سيدات السلة بطلا لكاس مصر بعد تم بعد ما فازه على سبورتنج سبعة وستين واحد وخمسين فيتو